صورة اليوم لحدث مأساوي وأعتقد أن هناك إجماع عليها ولا يمكن إلا أن تكون هذه الصورة الحدث الذي يصمر منذ ساعات طويلة يشد أنفاس ساكنة دوار إغران بجماعة تمروت إقليم شفشاون شمال المغرب وأيديهم على قلوبهم ومعهم كامل المواطنين المغربة بشكل مباشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الصورة هي للطفل في حدود العام الخامس من عمره سقط في حفرة بئر ارتوازي ضيق بسعة لا تتجاوز ثلاثين سنتيمترا وعلى عمق يتجاوز ثلاثين مترا حيث ظل جسده محشورا عناصر لقاية المدنية والسلطات التي وصلت إلى موقع الحادث بعد توصلها بالخبر وجدت صعوبة حقية في التعامل مع الواقع بسبب ظروف البئر الثقب الضيق فبعد التأكد من أن الطفل ريان لا زال على قيد الحياة كانت هناك محاولة أولى للوصول إليه عبر إدخال منقد بقوام نحيل لكن العملية فشلت بسبب الضيق الشديد للحفرة البئر ليتم بعدها البحث عن وسائل أخرى لضمان استمرار الطفل على قيد الحياة عبر إمداده بالأكسجين ومعها تقرر اللجوء إلى عملية الحفر باستعمال الأليات بالتوازي مع طول البئر حتى الوصول إلى مستوى تواجد الطفل لإخراجه ومعها كذلك بالتوازي تعددت محاولات الوصول إلى ريان عبر فرقة خاصة وعبر متطوعين تسمح أجسامهم النحفة والمرنة بالانزلاق عبر ثقب البئر لكنها فشلت كلها ليتقرر توقيف هذه المحاولات والتركيز على عملية الحفر الجانبية وسط دعوات المغاربة بأن يتم إنقاذ الطفل ريان الذي شد قلوب المغاربة قاطبة وبات جزء كبير منهم الليلة ينتظر خبرا مفرحا قلوبنا مع ريان وأهل ريان اشتركوا في القناة